بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وابعادنا كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحيمه الله تعالى شرح الشيخ الدكتور هايثة بن محمد سرحان يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الرابع الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة واحد الإسلام اثنان والعقل ثلاثة والتمييز أربعة والنية خمسة واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته ستة وانقطاع موج بالوضوء سبعة واستنجاء أو استجمار قبله ثمانية وطهورية ماء وإباحته تسعة وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة عشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم شرح بعض الشروط قوله واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته معناه أن تستمر النية من أول الوضوء إلى رهايته قوله وانقطاع موج بالوضوء أي لا يتوضأ وهو يأكل لحم جزور مثلا أو وهو يبول بل لابد من انقطاع الناقض قبل الشروع في الوضوء قوله واستنجاء أو استجمار قبله يستثنى منه إذا كان الوضوء من الريح أو النوم أو أكل لحم الجزور قوله وطهورية ماء وإباحته أي أنه لا يتوضأ بماء نجس أو مغصوب قوله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل العجين أو طلاء الأظافر فإنها تمنع وصول الماء إلى العضو سنن الفطرة من سنن الفطرة واحد الختان وهو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء إن احتاجت الثاني إلى الخامس قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانى عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر وندف الإبط وحلق العانى ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة ستة أعفاء اللحية وحكمها الوجوب وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب سبعة السواك وهو استعمال عود الأراك ونحوه في تنظيف الأسنان وحكمه سنة ويتأكد في كل وقت وعند الوضوء وعند الصلاة ودخول البيت وقراءة القرآن والقيام من النوم والموت وتغير رائحة الفم الدقس الثالث عشر فروض الوضوء فروض الوضوء وهي ستة واحد غسل الوجه ومنه الممضة والاستنشاق اثنان وغسل اليدين مع المرفقين ثلاثة ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان أربعة وغسل الرجلين مع الكعبين خمسة والترتيب ستة والموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة تحقيق الموالاة يكون بأن لا يؤخر المتوضئ غسل العضو حتى يكون الذي قبله قد جف الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء ستة واحد الخارج من السبيلين اثنان الخارج الفاحش النجس من الجسد ثلاثة زوال العقل بنوم أو غيره أربع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل خمسة أكل لحم الإبل ستة الردة عن الإسلام تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ أما قول الله سبحانه أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف شرح بعض النواقض قوله الخارج من السبيلين مطلقا مثل البول والغائط والمني والمذي والودي والريح والحصى والدم والدود والحيض والنفاس قوله والخارج الفاحش النجس من الجسد الراجح أنه ليس بناقض إلا إن كان من جنس البول والغائط قوله وزوال العقل بنوم أو غيره النوم في ذاته ليس بناقض إلا أنه مضنة لخروج الريح فإن كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فليس بناقض قوله ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل رجح شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله استحباب الوضوء من المس لا وجوبة ملخص مصور لصفة الوضوء إذا نوى الوضوء فإنه يشرع له أن يسمي الله تعالى ثم يغسل كفيه ثلاثا يصب الماء على يديه صبا ثم يغترف غرفة بيمينه يتمضمض منها مع إدارة الماء في فمه ومجه ثم يستنشق الماء بمنخريه ثم يستنثر واضعا سبابته اليسرى وإبهامه على منخريه يكرر ذلك ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاثا وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن وعرضا فيما بين الأذنين ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا يبدأ بيمينه ثم يساره ثم يمسح على رأسه يمر يديه من مقدم رأسه إلى القفى ويرجع ثم يجعل سبابتيه في صماخي أذنيه يمسحهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ويقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لها شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وفي الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حكم الزيادة على القدر المشروع لا تجوز الزيادة على القدر المشروع في الوضوء كأن يزيد على ثلاث غسلات أو أن يغسل ما فوق المرفق من العضد أو ما فوق الكعب من الساق أو أن يمسح الرقبة ملحق فيه بعض ما يتعلق بأركان الإسلام أولا الطهارة التيمم هو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو في بعضها لعدم وجود الماء أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء صفة التيمم ينوي التيمم ثم يسمي الله تعالى ثم يضرب ضربة واحدة على الأرض ويمسح براحته وجهه وظاهر الكفين ولا يسرع تفريج الأصابع عند الضرب على التراب ولا تخليل الأصابع عند مسح الكفين صفة الغسل الواجب أن ينوي الغسل ورفع الجنابة ثم يسمي الله تعالى ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المغضة والاستنشاق السنة في الاغتسال غسل الفرجين ثم يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويروي شعر الرأس ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل رجليه موجبات الغسل واحد الجنابة وتكون بإنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين اثنان خروج دم الحيض والنفاس ثلاثة موت غير الشهيد أربعة إسلام الكافر شروط المسح على الخفين أن يكون لابساً لهما على طهارة أي غسل رجليه بالماء في وضوء أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة وأن تكون ساترة لغالب العضو وأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل وأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمستوطن 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة ويبدأ الوقت من أول مسح بعد الحدث كيفية المسح على الخفين أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان لأن هذا هو ظاهر الصنة مسائل تتعلق بالمسح واحد إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح تبقى الطهارة ولا تنتقض اثنان يجوز المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أو رقته آداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخمائث وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال غفرانك ويجب عليه أن يستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس وفي الماء الراكد ولا يحل له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته أو أن يمس ذكره بيمينه أو أن يذكر الله تعالى فإذا قضى حاجته استنجى بالماء أو استجمر وشروط الاستجمار واحد أن يكون بثلاث مسحات فأكثر فلا يمسح في نفس المكان اثنان أن تكون منقية ويعرف النقاء بأن يرجع الحجر أو المنديل جافا ثلاثة أن لا يكون الاستجمار بشيء نجس أو بشيء محترم كطعام ولا بعظم أو روث ويجوز البول قائما بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ويأمن انكشاف عورته أتى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما متفق عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر